موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس خمسة صفر 1439 هجرية موافق 26 أكتوبر 2017 ميلادي تحت رئيسة فخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد و العبد العزيز وقد درجت المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات نذكر منها مشروع قانون يتعلق بالإشار وستدخل وزير العلاقات مع البرمان والمجتمع المدني للتعليق على مضمون هذا القانون موسيقى 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 الخاصة المؤمنين التي تجعلها الأفرادات المتحدة إلى أن تجعلها المعارضة للجميع البرسيط للتواجهة على قرارة الأنساء ويشترونها إلى الحقيقية ويشترونها على التعاصل عن المساعدة على تجعلها من التعاصل من نظمة الكثير من أجل والمساعدة إلى المغربية وليس ومن ثم Donc ce projet de loi a un contenu large parce qu'il prend en charge toute la problématique du secteur de la communication à savoir les acteurs de la communication qu'esce qu'est la publicité quels sont les acteurs de la publicité et quelles sont les sanctions quelles sont les autorités qui auront à gérer le secteur de la publicité donc c'est un ensemble دارتك ويساعدت كل هذا المساعدة ويساعدت ويساعدت المترجمات ويساعدت ويساعدت اليوم في المنزل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا معالي الوزير سيد محمد بوجران مواقع الجمهورية طبعا حكومتكم بلادنا نجحة الحمد لله في تقدم في حرية التعبير وكذلك حرية الصحافة نظرا لعلنها احتلت مراتب متقدمة في العالم ثم اشكالية ومشروع لا يشوف النور واخر فترة له سنة 2020 هو مشروع البث الرقمي اللي ينقاله لتين تين هذا المشروع بلادنا لحد الآن ما شاركت فيه رغم علن فم لجنة من مختلف القطاعات قطوا شكلت دراسة ذاك المشروع ولحد الآن بلادنا ما شاركت فيه وإذا ما شاركت فيه موريتاني سنة 2020 ما تنشوفوا تلوزولاتينا سمعويدا وين هي ذيك اللجنة اللي قطو شكلت داك البث الرقمي وشن هي آخر الخطوات المتخذفية شكرا معاني الوزير شكرا معاني الوزير شكرا معاني الوزير خطوات المتخذفية ومن ثقة على الاشتراكية ويجب أن اتعلقوا هذا وليس وقت نتعرض الوني ويجب أن يمكنن هذه القصة كم يمكن أن أعطرد نظام ملمس كيف يمكن أن يمكن أن يكون هل هناك محصولة يمكن أن يحصل لها هذا المؤكسس وهيه سيكون يمكن أن يكون لدينا قصة ويجب أن أدخل وقالت أجل وكما قلت أن يكون لدينا محصولة ومع الى المنصف وينى المساعدة والمحصولة على المحصولة المترجم للترجم للترجم للقناة المترجم 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 للقناة سنقاط. لما تتحدث عن الضوارتين عن الخاص بكريمي، في البيانية يقولون أنها هذه هي تتحدث عن الهوارات لتحكم من مستقبل مستقبل بحقال كما تعلمونه هزيم المستقبل لأنها مستقبل ليس كما نرى أنه في جدًا ببعطة ندرسية ومن لرسل المحل المحل المفادي هو أنقائنا من فقد يتجمع دائمًا على التوقيع. فبنا جدنا على المحل محل محل الحياة التي ستجد إلى رسل المحل. لكن للإسانة استعداد المحل تتجد أو قد يكون جدنا كهربائًا ، il y a des gens qui devront se mettre aux normes donc il faudrait qu'il y ait quand même une cellule en attendant de pouvoir avoir l'autorité de régulation et les gens auront une année pour pouvoir se mettre en situation régulière donc il y a une année moratoire où tout le monde pourra se mettre à jour donc par rapport aux chaînes privées je pense que le dossier vous êtes des journalistes هناك هناك ومن تنظرة لك قد هل أجد سنجد لكن فقط سنجد فميزة المخصصية 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 التي يمتلك تتحق و تتحق تحقيقهم مع هذه المنزلة تريدها ونحتاج إلى قودة تقالية لا يوجد هذا المنزل وسنجد مع قرارة ليس تحقير وما يجب أن تتحق كل محاوظة تقوم بس نوع من ما تقرق realmente. هل تقرق من معكم بصدران؟ من الاجتماعي اخرى هو، كما لوعمل الاجتماعي بالкийناس يوجد تقرق بالهبرج و في لا يتعالى مكسر في يتغالق لاسوني أي حدود يقولون هو التعالي لماذا لا يأكد سواء لكن الأساسي يجب أنه لا يجب الاجتماعي بس ادخالها يجب أن يطانونهم يجب أن يطانوني فقط لفعل ذلك أمر ربما يجب أن نتقوم بحديد فل общем أمر ، اعتقد ان يسميها عقليه يجب أن نتوقع فهو يتوقعه لي بالنسبة لكي يخ소تح. كان يللك يمكنك الناس لهم وخطأ وي datingه يكون لهم في اعتقد وأنك يساعد أن نقوم بجدد ويجب أن يكون هناك فقط مستقبل. لا يجب أن نستطيع أن نستطيع ان تكون ذلك. شكرا. مع الوزير أولاً أولاً ، أعلنت تحديداً كثرة المعارضة المشاركة في الحوار أعلنت تعليقها ويبدو أنهم خرجون مغاضبين ما السبب ولماذا خرجوا هكذا وما الذي يمكن أن تقوم به الأغلبية والحكومة من أجل إبقاء صف المحاورين موحداً سؤال آخر ، مع الوزير فيها أزمة وقد لا أبالغ إلى وصفتها هكذا تتعلق بالنفايات أو القمامات المنتشرة في معظم أحياء العاصمة الراقية منها والشعبية تنبعث منها أدخينة خصوصاً في الليل أدت لتشريد مئات الأسر وهناك حالات مرضية وصلت مستشفيات العاصمة والغريب في الأمر أن المواطنين المتضررين عندما يتصلوا بالحماية المدنية ترفض التدخل لإطفاء هذه الحراك وتقول أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها أولاً ما الذي تقول له لهؤلاء المواطنين المتضررين ولماذا إذا كانت هناك جاة فشلة في إزالة هذه القمامة فأنتم كحكومة كيف ستتصرفون إزاء هذه الوشكة؟ معاي وزيرة هناك سؤال يتعلق بقضية صفقات التراضي اللي متحسب تقارير دولية ومحلية أثبتت انتشارها وهذا ما صرح به وزيرة المالية أنهم منحوا صفقة آخر المثيرة صفقت قصر بناء قصر المؤتمرات هذا الرجل المذير اللي يعتبر البعض عنه يدعون هون شرايك أمتم أنه قدرة على بناء هذا القصر فترة أقل في الوقت اللي منحته ذلك يطرح الكثير من التساؤلات على المنحكم أنتم تحاربوا الفساد والشفافية وذكر القضايا السؤال الثاني يتعلق بقضية الحكومة سيد الوزير هناك الكثير والله من فوقها القانون يقولون أن الحكومة بعد الاستفتاء ينبغي أن تستقيل وهناك معلومات تدور بالأوساط أن هناك خلاف داخل الأغلبية هو لأخر عرض الحكومة على البرلمان هل ذلك صحيح؟ شكرا السؤال الأول اللي يتعلق ب مواطنة نعم كتب المواطنة شكرا أنتم تعرفوا أن هناك حوار بين الشركاء السياسيين وهذا الحوار تم وبدأت نتائجه في التطبيق وهناك لجنة مشتركة بين هؤلاء الفرقاء السياسيين تعمل باستمرار التطبيق متابعة تفاصيل ونتائج الحوار طبعا هذه اللجنة أحيانا تقع بينها نوع من التباين والتنوع في العراء ودائما تتغلب عليه ولذلك الأمور ماشية حد ساعة يخرج وللوقت فالله فهناك الوقت جهد يطراح قضية غير يعقب مبلي ذاك التنوع اللي في العراء والتباين ويخلق معه أي لجنة وأي فريق عمل يخلق أحيانا في التباين لكن أيضا يبحثوهم وداخلهم ويسوه والأمور ماشية كما يرى لا تقلق عليهم ماشيين كما يرى بالنسبة للموضوع اللي يتعلق ب أزمة القمامات رسالتهم مصلت فعلا والجهات المالية بدأت الإجراءات اللازمة لإزالة هذا الضربة ومعالجة هذه المشكلة وستراها إن شاء الله منتهي خلال خلال فترة قريبة إن شاء الله يوم أو يومين أو ساعات حتى رب الله صفقات التراضي وزير المالية كان معاكم من أسبوع الماضي وأعتقد أن جوابه كان واضح وشافي في هذه المسألة عندناك ما نعرف كانك أنت حاول قال لن يفهم قانون الصفقات وعلى نداخل هذا القانون يسمح بإبرام صفقات عن طريق التراضي في حالات معينة وفق شروط ومعايير وفي حالات معينة وبناء أعلى هذا قضية معضاها لشخص بعينه هذه السلطة تقديرية عند اللجنة المكلفة بهذا وهي أدرى بذلك يعني هو القضية ما هو قضية أن الشخص بعينه نغاتل الصفقات القضية هل هذا الشخص تتوفر فيه المعايير وما تتوفر فيه هل هو معروف عنه أنه يفي بالتزاماته أو لا يفي بها هل هو معروف أنه سيجد بالتزاماته هو عليكم أن تعترضون على الشخص بعينه إذا رأيت أنه أخل بالتزاماته وظنوا ما قام بعمله كما يرى لكن شخص بعينه أنه نغاتل الصفقات ربما هذا الشخص الموضوع لا يكون تابعين تفاصيله ربما هذا الشخص كان هو الذي عنده الاستعداد وغيره لم يبجي استعداده ربما هو كان عنده استطاع أن يقدم عرضه أنه يجد يفي بالتزامات وأنه يجد يوفي هذا في الفترة المحددة وغيره ما ما استطاع هذه الأمور المهم نحن اللي دائما يضرح هو القضايا اللي مبنية على معايير يخلق فيها اختلال والله خلق خطع فادح متعمد مقصود لكن قضية أنه شخص بعينه هذا ما هذا ما هو اعتراض في حد ذاته أهل فترة أبناكم عنه مرة باضية قلنا لكم ليس هناك قانون يلزم الحكمان بأن تستقيل قلنا على الحوار الماضي قال على الحكومة التي عينت من جديد أنها تعرض تعرض برنامجها على البرلمان خلال الشهر ينال ثقتها لكن ما قال أن تعين أن تنحل حكومة إياك تعين من جديد إلى عجلة حكومة من جديد نعم لكم أن تطرحوا هذا السؤال أو حصلت انتخابات برلمانية جديدة لكن الآن لم تقع انتخابات برلمانية بعد تعين هذه الحكومة ولم تعين هذه الحكومة بعد انتخابات البرلمانية هذا فضل معناته على أن هذه الفقرة لم تصادف محلا محلها لم يوجد مساحة التي تطبق فيها لا تتريد فيها أما الخلافات فهذه دائم من سمعوها نحن نتعامل الله مع اللي شفنا ما فهم الخلافات أغلبية منسجمة على قلب رجل واحد وما عندها أي مشكلة يدعوذ بعض الناس عندهم خلافات في الأمزجة بين كل واحد يدعوذ كل واحد صديقه واحد وحد ما هو صديقه لكن هذه عواطف ومشاعر قلبية لكن المهم منذ اللي ينقال له الأغلبية أنها تعمل على طاق ماحد وأنها تعمل بعمل الفريق ولا بينها خلافات بينها خلافات لا مع المعارضة والمعارضة مولقة عقسام في بعضها خلافة أقل من الأخرى بعضها خلافة أغرية ما عندها مشكلة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة